هاي ملك هاي شيف كيفنا اليوم الحمدلله تمام شو محضرنا اليوم بالاسبوع المميز للمطبخ السعودي اليوم هنعمل ثلاث وصفات كمان من المطبخ السعودي العريق هنعمل كبسة كبسة الجيش اللي هي اكيدنا نسمع بالبغياني نسمع بالكبسة نسمع بالمجبوس في كذا طبها الكبسة هي مميزة بالاكل السعودي هنعمل غيبة اللي هي الحلو وحنعمل منتي اما منتو اللي هي اكلة موجودة تقريبا بكل البلدان وهلا بعد شو سوف افسرلك ليش موجودة كل البلدان اللي هي منتي بالاكل الارمني اما بالاكل التركي كمان في منتي وفي منتي بالاكل السعودي خاصية عن بلاد الحجاز وبجدة. اوكي. يعني منطقة مكة ومنطقة اه جدة عندهم هالا الاكلة. اه مشهورة بس هي كان حتى موجودة بأفغانستان وموجودة بالصين وموجودة بكذا. حلو. حنبلش اول شيء. اكلة انترناشنال يعني. اي بس هقلك هنالنا هقلك ليش صارت موجودة بالاكلة السعودية. اوكي. اه هنبلش اول شيء نحضر عجينة للغايبة ونغيحها. عجينة للغايبة كمان هي من الكيف قلنا الفطير المشتلة اللي هو اكل مصري من المطبخ المصري. اه موجودة بساربة سعودية. من تأثر المطبخ المصري على المطبخ السعودية. من الجانيات. نفس الشيء هلأ نحكي على الغايبة. الغايبة هي اكلة. هو من بلاد الشام. بلاد الشام. اه نعتبر. وصارت موجودة حتى بالوصفات بالمطبخ السعودية. اه على الميدة. هنأخذ. كوب غبعة. ما تنسى شاف يعني. بالسعودية في جاليات عربية من كل البلدان العربية يعني. وهيدا الشيء بيخلي يتأثر المطبخ السعودية بهالجنسيات الموجودة. وهو الاهم شيء الاهم شيء. مش بس الفكرة بس الجاليات. هو الاهم اهم نقطة بالنقل المأكولات. هيدا تبادل المأكولات هي. خاصة خلال موسم الحج. لانه اليوم في طيران. بس ما كنت في طيران. ما كنت روح العالم. تقعد. ياخدوا معهم أكلاتهم. ما كيف مطاعم بعد. يعملوا أكلاتهم. تاخد السفرة معهم منذ كم شهر يخلصوا الحج. فلزلك هيدا من الوصفات العامة عالمهم. وبعضهم من خلال كمان خاصة غير التجارة والنجيريات. الموسم الحج. حطينا نص. حطينا كوب ربع طحين. نص كوب سكر اسمر. وهيدا نص كوب سمنة. سكر عفوا بودرة بالديور. يعني انا شفتك انه كتير استخدمت السمنة. بالمطبخ السعودية. طبيعي. بالمطابخ. اللي بيكتكل أكله كتير على اللحون. من ورا وجود القطعان. بيكون السمنة هي من الدهون المستعمل كتير. لأنه في حليب كتير. موسيقى موسيقى